بعد المداولة مع فيصل الصيخان والمحامي محمد الديني نستكشف ملف جديد من ملفات المحامي محمد الديني واليوم جايب لنا ملف جدا خطير ملف يعني هو يعتبر شائك وطبعا لعل هناك من وقع في مثل هذه الإشكالية وهو موضوع الهبة والورثة حياك الله أستاذ محمد حياكم الله يا أخي الكريم وأحيي المستمعين طبعا موضوعنا اليوم والملف الخطير اللي ستعرض علينا أستاذ محمد هو ملف الهبة لأحد الورثة نعم وطبعا أنت وقفت على قصة من هذه القصص أو واقع من هذا الأمر ووجدت أنه سبب إشكالية في نفس الورثة خاصة إذا كان الولي أو أحد الأب ومن هو المسؤول في هذه العائلة يعطي أحد الورثة شيء قبل ما ماته ثم يكون هناك مشكلة تقع فيما بعد نقف على هذه القصة ثم ندخل في محاورة معك نعم إن شاء الله طبعا الموضوع هذا أنت قدمت له أستاذي على أنه الهبة لأحد الورثة أو لأحد الأولاد طبعا نعم وهي مسألة شاععة كثير وعندي في ملفاتي قضايا كثير من هذه القضايا فخليني لأبدالك القصة كالعادة ببساطة أب لخمسة أولاد الله موسع عليه ومنع معنى عنده واحد من أولاده مقرب له جدا يحبه كثير ومقرب له وكذا الباقي من الأولاد عادي يعني ما هم عاقين ولا هم صالحين بس ما هم مقربين لوالدهم ما هم مهتمين فيه كل واحد له حياته من كثر ما يحب هذا الولد قام أعطاه عمارة قيمتها خمسة مليون ريال ودخلها حوالي خمسمائة ألف ريال سنويا طبعا راح كاتب عدل أفرغها من غير ما يعرف أخوانه طبعا بالسر سجلها في كاتب عدل بنها بيع وشراء وأنه استلم قيمة المبيع وقام بتأجير العمارة وأصبح لها دخل سنوي طبعا قام الولد واستفاد منها والكلام ذا قعدنا في عدد سنوات بعد سنوات توفى الأب ولما بدأ الأخوان يحصروا التاريكة اكتشفوا أن العمارة اللي هي معروفة عندهم أنها هي ملك والدهم بأنها مملوكة لأخوهم استفسروا عنها وجدوا أنها أفرغت لأخوهم وأفرغت له بيع وشراء طبعا راحوا لأخوهم كلموا ليش الوضع؟ كلموا هذه عمارتي أنا اشتريت حمل أبوي أو أعطانيها أبوي طلبوا أنه قبل ما يصير هذه الهبة كذا رجعها رفض توجهوا للمحكمة العامة رفعوا دعوة طلبوا إعادة العمارة وإبطال الهبة كما طلبوا إعادة المبالغ المستلمة من الإجارات يعني الإشاء اللي هي استخدمت اللي استلمت من الإجارات يطلبوا إعادتها طبعا قام الأخ حضر للمحكمة ادعى بأن العمارة ملكه وإنه اشتراها من أبوه بيع وشراء واستند على اللي مكتوب في الصك حق الملكية بأنها بيع شراء وأنه دفع القيمة عدا ونقدا طبعا الأخوان ردوا عليه أن البيع هذا صوري وغير حقيقي وأن العقد في حقيقته هبة واستندوا أن شقيقهم الصغير أو أخوهم الصغير لا يتجاوز عشرين سنة وأنه لا يمكن يبلغ مبلغ كبير خمسة مليون ريال ولا يمكن يشتري عقار بهذه الضخامة طبعا القاضي طلب منهم الدليل على صحة كلامهم قاموا أحضر اثنين من الأقارب كانوا موجودين لما قرر الوالد في أعطاه الوالد بالعمارة وشهدوا بأنه أعطاه العمارة هبة وأنه لم يدفع ولا مبلغ طبعا الإجراءات المعتادة طعن الأخ في الشهادة وبأنها غير صحيحة نظر القاضي في القضية في تاريخ الهبة في ملابسات القضية بالكامل وجد أنها فعلا الأخ الصغير كان الأخ صغير وأن المبلغ كبير ولا يمكن تسليمه نقطة وبعدين وجد ما وجد أنه في شيء يثبت أنه سلم الفلوس لا شيكات لا شيء سوى الإقرار فحص شهادة الشهود وجدتها صحيحة ومنطقية واستجوبهم حكم على الأخ بإعادة العمارة إلى ملك الورثة وإبطال الهبة كما حكم عليه بإعادة جميع المبالغ المستلمة كإيجارات للورثة وبكذا انتهت القضية بهذا الحكم نعم طبعا هذه القضية أكيد فيما بعد هناك نقاش على هذا الموضوع دكتور أستاذ محمد نعم نحب إحنا نفتح هذا الموضوع للنقاش والمداولة كما تعودنا في الحلقات الماضية نعم طيب لعل السؤال اللي تبادر يعني ليش صدر هذا الحكم بهذا الشكل طبعا أول شي خلنا نعرف إيش يعني هبة نعم أول حاجة فعلا نبد نعرف الهبة الهبة هي تمليك شخص في حياته مالا غيره واجبا لآخر بلا عوض يعني هدية أيها الهدية ممكن تكون محبة ممكن تكون تقرب ممكن تكون مكافأة أي شي يعني الإنسان في الهبة ويسموها في القانون عقد طالما فيه إيجاب وقبول طبعا لازم الواحب يقبل الواحب يعطي والموهوب له يقبل نعم نعم طيب أنا إبغالي أفتح بس الموضوع للنقاش مو أنا الحناقش طبعا هأكيد أنه المستمعين نعم من يعني وقع في مثل هذا الموقف سواء هو شخصيا أو معرفة له لشخص يعرفه بإمكانهم أنهم يشاركونه سواء باتصال هاتفي أو رسائل نصية للرسائل النصية بإمكانكم ترسلوا لنا على الأرقام التالية SDC 847700 موبايل 640 660 أما زين 746262 وتتصلوا طبعا على الرقم 0112178585 والرقم الثاني 012616110 طيب سيد محمد بما أنه الموضوع صار هدية والهدية كان فيه إجاب وقبول يعني أو أعطى الأب وقبل الأبن طب فيما بعد يعني أليس هذه الهدية هي حق مكتسب للأبن وليش طبعا يصدر مثل هذا الحكم مدام هذا الآن الهدية وقعت في ملكيته نعم أولا الهبة في عمومها ما هي محرمة أيها لا شرعا ولا قانونا وهي جائزة لكنها في حالة الأولاد أو هبة أحد الأبناء لها ضوابط ولها شروط ولها لازم يتقيد فيها الواحد يعني الأب لابد أنه يفهم هذه الضوابط قبل ما يعطيه هبة أو هدية لأحد أولاده نعم الهبة في هذه الحالة ليش وهب شخص واحد من أولاده ما وهب البقية طبعا في بعض الآباء يعني يفضل أحد الأولاد يقرب له يبعد البقية يعني نعم مسائل يرى أنه تصرف وهذا تصرف سليم أو تصرف صحيح أنه ما في حاجة طبعا الواهب حر في ماله نعم إلا في الأولاد آه هذه معلومة مهمة نعم أي حر في ماله إلا مع أولاده مع أولاده يعني لابد أنه يعطيه بقدر معين بضوابط معينة بضوابط معينة أي شي هي الضوابط أي هذه لابد نعرفها الضوابط أنه يئما في هذه الحالة يا أما يهب الجميع زي بعض يعني مثلا عطاء عمارة يعطيهم زيه يعطيهم عمائر زيه أو مقابل نفس القيمة هذا الحال الأول أو أنه الهبة باطل يعني يا يهب الجميع زي بعض يعني ما يهب طيب هذا السؤال سيد محمد في حال الحياة والوفاة إذا أردنا أن نتكلم نعم يعني إذا كان في حال الوفاة وقدروا الأبناء هنا زي ما أنت ذكرت في القصة أنهم يعني يقفوا ضد أخوهم ويأخذوا العمارة وتكون يعني تعود إلى حوزة الإخوان كلهم ويتقسمونها طيب في حال الحياة حال حياة الأب هل يعني من حق الإخوة أنهم يطالبوا أبوهم بالعدل ويرفعوا في ذلك يعني أمر نعم يستطيعوا إذا علموا فيها بس هنا في القضية أي هم عرفوا بعدين أنه أخفى عنهم هذه المسألة أيوة لكن في الأساس لو يعلموا فيها وفي ذنها حياة ولدهم يرفعوا قضية أي يطلبوا إبطال هذه الحبة طبعا لأنه حبة باطلة طبعا الأساس عندنا هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يهب أحد أولاده أرض سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هل وهبت أخوانه مثله أله أخوان أولا أي قالوا نعم قالوا أوهبتهم مثله قال لا قال إذن فلا أشهد على باطل فهذا الحديث هو الأساس في تحريم الهبة لأحد الأولاد دون الآخر طبعا هذه على فكرة شائعة كثير وكثير يرى أنه هو إما جهلا بالشرع والقانون وإما بعضهم يعرف ويريد أن يتحايل على القانون زي ما صار في قضيتنا هذه كيف صار؟ أنه راح الكاتب عدل وقال بيع الشراء ما قال هبة أي لأنه لو قال هبة ممكن كاتب العدل يحيل القضية إلى المحكمة العامة نعم لا يفرغ له لأنه وهب واحد من أولاده فلما قال بيع الشراء أصبح العقد صوري ظاهره بيع الشراء وباطنه هبة نعم الأصل في هبة نعم الأصل هبة طيب إيش هي الصورية؟ هي وجود عقدين زي عندنا كذا واحد ظاهر واحد مخي يعني مستتر المستتر هو العقد الحقيقي اللي هو الهبة العقد الظاهر هو البيع الشراء لنحن أنت تروح كاتب عدل تقول والله أنا بعت نعم أنا دفعت المبلغ والثاني يقوله أنا استلمت القيمة خلاص القاضي الكاتب العدل ينجز البيع نعم طيب معنى الصورية إظهار تصرف قانوني قصدا على خلاف حقيقة إرادة المتصرف يعني يظهر شيء ويخفي شيء هنا الصورية نسبية يسموها ما هي الصورية كاملة يعني العمل مو كله باطل العمل صحيح العقد صحيح لكنه ظاهر وشيء وباطل وشيء آخر طيب لما ادعى الولد بالصورية ادعى عفوا ادعى الأخوان بالصورية ادعوا بأن هذا العقد صوري ما هو بيع شراء هذا العقد عقد هبة يعني هم الآن الأخوان ادعوا أن هذا العقد يعتبر باطل باطل وأنه هو صوري يعني هو لما ادعى أنه بيع شراء قال لا هذا ما هو بيع شراء هذا هبة طلب القاضي منهم الدليل ما طلبوا منه ليش لانه من يدعي بالصورية اللي يدعي هذا الادعاء هو اللي عليه يثبت على المدعي الدليل ايوه لانه هو هنا ادعى بالصورية نعم فعليه هو الدليل وهو اللي يثبت فهم طبعا راحوا جابوا شهود يذكروا اسباب منطقية ولد صغير مبلغ قيمته خمسة مليون وما فين بيجيبه صح فنظر القاضي في الملابسات القضية بالكامل وشهادة الشهود وحكم بابطال هذه الهبة نعم انا اذكر مستمعين الكرام المناقشة في هذا الموضوع معنا والمشاركة في بعد المداولة في موضوعنا الهبة لأحد الورثة بإمكانه انه يتصل علينا هاتفيا على الرقم 011 217 8585 وايضا على الرقم 012 616 1100 للمشاركة ولكي يطرح اسئلته على المحامي الأستاذ محمد الديني وايضا مشاركاتكم برسائلكم النصية نقرأها لكم على الهواء فقط بيئة الرسائل المتاحة على استي سي ثمانية أربعة سبعة سبعة صفر صفر موبايلي ستمية وأربعين ستمية وستين أما زين سبعة أربعة ستة اثنين ستة اثنين طيب نكمل سيد محمد تقول اللي يطلب الإثبات طبعا يطلب الإثبات من المدعي والسورية يعني هو الآن لو العقد هذا مشي بيمشي بيع وشيرة أي لو ما حط طعم فيه نعم لو العقد مشي يمشي بيع وشيرة الآن نعم لكن من الدع أن هذا ما هو بيع وشيرة هذا عقد غير حقيقي الحقيقة أنه لا يوجد مبلغ مستلم ولا يوجد بيع وشيرة يعني عقد صحيح إذن المسألة سورية صحيح من يثبت من ادعى فيها يعني الأخوان طلبوا هم راحوا جابوا الشهود وما جابوا البينات الباقية حتى القاضي يحكم بهذا الحكم نعم يعني أنت قلت سورية يعني نبقى نوضح شوية بعد المداولة نحن نبقى نوضح السورية هذه أكثر نعم معناها يعني السورية هي يعني إخفاء الحقيقة ببساطة هي إخفاء الحقيقة أن تخفي حاجة ظاهرة أو مستثرة تخفي حاجة قصدت فيها الإخفاء نعم نعم وطبعا إذا قلنا من سؤالنا التالي اللي بيفرض نفسه هو ليش الأب لما راح كاتب العدل نعم ما قال هبة وقال بيع الشراء وأنه استلم المبلغ طبعا في الحالة هذه اللي واضح أنه يعلم بأن الهبة باضل أيوة ولو قال كذا القاضي كاتب العدل لن يفرغ له نعم فتعمد إخفاءه تعمد إخفاءه هذا الموضوع حتى لا يكون في نوع من اللبس طيب القاضي أيضا حكم بإعادة المبالغ المستلمة كإيجارات للورثة ليش لأنه البيع أصلا العقد من أساسه باطل فهنا في هذه الحالة طالما باطل العقد من أوله أي فترجع المبالغ المستلمة أن هذا كله ما بني على باطل فهو باطل نعم نعم فبالتالي أنه ملكه ملكيته في حكم الغاصب يسموه في الشريعة يعني شيء ما هو له فبالتالي يعيده لأصحابه لأنه هذا العقد بطل نعم يبطل كل ما من ضمنه في معلومة هامة لو الأخوان أجازوا العقد أي يعني لما يجعل أبو قال أبو وحب صار فيه تراضي يعني تراضي يعني ما وحبهم زيه نعم ما أعطاهم قل لهم تعالوا نبغى وحب أخوكم كذا أنا بعضي الأخوان وافقوا إذا أجازوها العقد صحيح لكن هو اللي صار أنه لا أجازوها ولا بانت وكانت مخفية ولا هم وافقين عليه يعني طالبوا بطالها نعم طيب المفروض كان الأب يعمل إيش لما وهب ولد العمارة كان المفروض يا يجيزها يا يعطيهم زيه أيها هذا المفترض نعم لأنه مسألة الإجازة مسألة مهمة طبعا فيه كثير من الناس أو يعني يهب واحد من الأولاد أو شيء كذا يعتبر تصرف لما بعد الموت يعني يأخذ حكام الوصية أي بالتالي الوصية وهذا وارث باطلة يعني في ناس في مذاهب بعد الغارة الفكرية تأخذ هذا الشكل الصحيح أو الظاهر والحقيقي هو أن هذا اللي بها هبة باطلة مهما كانت نية الواهب الواهب نعم الأولاد لو يعرفوا وأبوهم عايش هل من حقهم رفع الدعوة نفسها وهذا طبعا سؤال نعم مثل ما كان عليه نعم هذا من حقهم نعم بوقت ما يعرفه يبطلوها نعم طيب الواحد بيقول طيب الأب حر في ماله يعني يعطي من أراد ويمنع عن من أراد وهذا في حال حياته نعم يعني ما أدري يعني ليش الموقف يعني أو النظرة والحكم تم بهذا الشكل حر في ماله أنا ممكن ذكرت لك في الأول إنه حر في ماله حر في ماله نعم ولكن بمسألة الأولاد هو ليس حرا آه فبالتالي تبطل الهبة لأنه ما هو لها شروط ولها ضابط زي ما ذكرت لك طبعا في حالة أنا ممكن نسيت أقول لك عليها الحالة هذه إذا كان هناك ابن له حالة خاصة نعم يعني معاق عنده يعني شيء قصور ما يقدر له ظروفه الخاصة هنا الهبة تكون جائزة نعم إذا كان وضعه غير وضع أخوان جميل نعم طبعا نذكر المستمعين أنهم يستطيعوا المشاركة معنا في موضوع الهبة لأحد الورثة برسائلهم النصية إذا كان في موقف معين أو في سؤال معين يحب يوجهه للمحامي محمد الديني لمناقشة هذا الموضوع أن يتصل علينا عبر أرقام التالية 011-217-8585 وأيضا الرقم 012-616-110 وكذلك رسائلكم النصية على السي سي 847-02 موبايل 640-660 وزين 746262 نأخذ اتصال هذا فيه مرحبا 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الأخوي معك فاروق بخ يا أخوي فاروق سهلا سأسأل المحامي نعم نحن نتشاور أنا والوالدة أنه ممكن نتكلم في الورثة قبل قبل حالة الوفاة فما أدري إيش سروط هذه إمكان نتكلم مع إيش نوع التشاور أي فاروق إيش نوع التشاور تتشاوروا في إيش إيش الوالدة عندها أكتر من بيت إيش الحمد لله عندها في مكة وعندها في جدة نعم فنحن يعني حالتنا يعني لسه الحمد لله طيب بس نحن لو بنقولها يعني لو نحن نوزع الورثة من الآن مم فما أدري إن كان في شيء زي كده أو لا نعم طبعا ممكن إذا وزعت الورثة بالعدل بين الأخوان ممكن يتفقوا يتراضوا الجميع طبعا ممكن بالتساوي وكثير فيه تجار وفيه ناس سووا هذا الصحيح بس نحن خمسة أخوان توزعها بينكم حسب القسمة الشرعية وترتضي ويرتضي الجميع وسيصير اتفاق بينهم نعم أهم شيء فيها العدل يعني وكلهم حسب حصته نعم شكرا هيك الله ناخد تصال آخر مرحبا أدو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم أستاذ عادل يا مرحبا يا هارو أختي الله يسعدك عندي استفسار أنا الوالدة حقتي الله يرحمها يبد ما تتوفى كان عندها شقة نعم خارج المملكة وكانت فيه مشاكل بينها وبين أخوانها فطلبت أني أنا أكتب الشقة هذه باسمي ويعني وبعد وفاة هذه قالت لا تبيعوها خلوها ووقت ما تبقوا تقعدوا فيها تضبطوها أسكنوا فيها فيها حاجة يعني أنها تكون باسمي يعني ولا ولكن من المالك أنا ده الملك الحقيقي للورثة هي توفت الوالدة أو لعائشة لا توفت هي كتبتها باسمي قبل من الوفا عشان لا حد يبيعها من الأخواني إيو بس هي الآن بالحالة هذه هي ملك الورثة هي زي ما قلنا هي صورية الآن باسمك إيو صورية بالاسم نعم لكن هي طلبت أني أنا من بيعها والأخوان موافقين يبغو يبيعوها ألا ما يبغو يبيعوها يبغو يبيعو في ناس يبغو يبيعو في ناس لا الأصل أنها تنبع الأصل أنها تنبع نعم لأنها هي ملك الورثة ولازم الجميع يوافق يبيعها أو يخليها طب هي طلبت أنها ما تنبع وصية أيو أيو هنا الوصية بس ما هي مكتوبة لي ما هي مكتوبة لأن هنا ما في وصية للورثة أنه لا الأصل أنها تتبع المفروض أدبيا ودينيا هذا الأخوان يحاول يرضو والدتهم في وفاتها أيهو هذا الكلامة لأننا كنت أقوله لكن شرعا هو من حقهم إنهم يبيعوها ويود وزعوا ثمنها عليهم لأنه صارت في ملكهم صارت في ملك الجميع نعم في ملك الأبناء نعم يعطيكم العافية ناخد تصال آخر مرحبا ألو عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك أسفك طيب يا أهلا فيك تعرف عليك أخوي معك سيدة بن عابل قحطاني يا أهلا والله منعفك خيش سعيد الله يطول عمرك يا أهلا تفضل معك المحامي أي معاك وتفضل السلام عليكم أوليكم السلام ورحمة الله عندي الله يطول عمرك ورث من الوالد أي نعم يعني أراضي نعم وعندي ذنتين أخوات صار مني نعم متزوجين وأنا خايف على ورث أي طح تلسة أخي طول عمر وسعارنا الورث نعم سعار الأراضي اللي على السوق نعم وبعدين علمت لهم بالمبالغ المستحبة لهم ولي والأمي نعم وكلمتهم قلت بحكم أني خايفنا عليكم أنتوا يعني تبون المبلغ كاش ولا تبونه كأقفات شهرية نعم وأنا راضي بالخسارة وأود ربح بالأراضي يعني بعد بعد يعني عشر سنين سنة اللي كن أنك تشتريها منهم يعني؟ بالأقفات أنك تشتريها منهم؟ إيه أنا كأني بأخذها منهم بنفس السعر السوق اللي هم اللي ثمنتهم وأنا أعطيهم المبلغ نقط اللي أخذها منهم بالأقفات الشهرية نعم بالأقفة طيبة فهم قالوا أخذها وأنا الحين أجالس أعطيهم المبلغ كأقفات شهرية نعم مع أني معهم في مواقف كتير يعني في أي شيء يحتاجون أنا معهم نعم لكن هذا القصد الشهري شهري أنا أعطيهم كويس ما أدري هل يلحقني شيء يا طول أمر ولا أنتوا اتفقتوا مع بعض بهذا الاتفاق؟ موراضين هم؟ نعم موراضين ودائما أتصل فيهم باستمرار على فترات أسألهم هل في خاطركم شيء تبون شيء يعني لا يكون أنا جرت عليكم أو لذبت عليكم قالوا لا نحن راضين والله يوافق ممتاز طالما المبالغ المثمنة صحيحة وحسب سعر السوق والاتفاق تم على أنك تشتري العقار من الورثة من أخواتك بقيمتها الدفع التقصيد ما في مشكلة طالما موافقين وراطين الله يطول عمرك السلام عليكم وليس السلام عليكم ناخد تصل أخر ألو أيها مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام هل في مخاطر ألف ألف سيسر سيسرا؟ اي نعم معاك برنامج بعد المداولة ومعاك المحامي محمد ديني داع عندك سؤال طيب عندي سؤال اتفضل اسأل الحين اي اتفضل معاك استاذ محمد طيب انا عبغى اشتري ارض من الوالد يعني هل فيها مشكلة والله فيما بعده والحين او تشتريها نقدا فلوسك فيه بفلوسي نقد الوالد يبغى يبيعها فقلت انا اشتريها ما فيها مشكلة ابدا يعني ما حد فيما بعد يقول ليش يشتريها انه ما احنا راضين او بس بقول لك شغلة اذا اشتريت اشتري بعقد واشتري بشيك وادفع المبلغ بشيك ثابت يوضح ملكيتك يوضح ايه وانك انت المشتري ومشتري بفلوسك طيب الوالد فيما بعد لو يقول انا بطلت كيف يبطل يعني يعني انت وما تملك الابوك صح ولا لا لا هذا موضوع ثاني انت وما تملك لابيك انت ومالك لابيك هذا موضوع ثاني لكن اذا بعت واشتريت الذمم المالية مستقلة بين الولد والوالد والوالدة كل شخص له ذمم مالية مستقلة اذا اشتريت من حر مالك خلاص الله يعطيك العافية اذكر من سمعين الكرام بارقام التواصل اتصالكم الهاتفي لأي استشارة مع المحامي الاستاذ محمد الديني وخاصة حول موضوعنا عن الهبة لأحد الورثة او في موضوع الورث واي موضوع قانوني او استشاري في ذلك يرسل على الارقام التالية السي سي ثمانية أربعة سبعتين صفرين موبايلي ستمية أربعين ستمية وستين وزين سبعة أربعة ستة اثنين ستة اثنين وتتصلوا على الرقم 011 217 8585 وكمان الرقم 012616 1100 نقول له مرحبا يهلا فيك هوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله. الله حييك من معنا? الله عبد الرحمن معك. هلا بك عبد الرحمن معك نستاذ محمد. الله. حياك الله. محمد كفه علىك طويل. حياك الله يا خليل. الله يباري فيك. انا بس عنده سصار بصوت لأحد من الاخوان عندي. نعم. بضل. آآ هو هو ابو وكانوا يعني يشعون في باع في باع عرابي. نعم. آآ من الحصة اللي اخذوها في آآ السعي اشتروا عرابي ثاني يعني في نفس المخطط. يعني هذا الوالد يشتغل مع والده? الوالد يشتغل مع والده في في باع عرابي. ايوا. كويس. ومن المبلغ حق من المبلغ السعي اللي هو العمولة. ايوا. يشترون عرابي ثاني. طيب. ويسجلوها باسم مين? يسجلوها باسم الوالد. اوكي. شوف في الحالة هذه الظاهر انها باسم الوالد. يعني هم الان انت قصدك انه هم اشتروا الاراضي شركة شراكة بينه وبينهم بين بعض. ايوا شراكة بينهم. ايه. ايه. شوف في الحالة هذه عشان حساسية الموضوع لابد من ان تكون الامور واضحة. يعني لازم الاخوان لازم يكون فيه اتفاق. انا احطيك طريقة. طريقة قد تكون كويسة بالنسبة لكم. الوضع اولا يصير مثلا اتفاق بعلم الاخوان انه الولد يشتغل مع والده. لان الان اذا هو كان يشتغل مع والده فاصبح له اجرة. الاجرة ما لها علاقة لا بهبة ولا لها علاقة بشيه. هذا رجل يعمل ويأخذ مقابل عمله. كأنه يشتغل عند واحد غريب. مزبوط. الشغلة الثانية انه لما يجوا يشتروا حاجة لازم تكون بعلم الاخوان ويكون فيها عقد ويكون فيه شيء مثبت. ويا حب ذا يسجل العقار باسم الطرفين. ما يسجل باسم الوالد بس. يعني لو يروح كاتب عدل يفرغوا باسمه اسمه. هذا شيء يصير. لو راح الان وكاتب عدل وطلب افراغ ارض باسم الطرفين. هذا يصير. ما فيه مشكلة. ما فيه مشكلة. ايوه عشان لا بكرة يقع لبس. لانه الظاهر هنا اه من كلامك طبعا. الظاهر انه المالك هو الوالد. وما فيه اي شيء يثبت ان الولد له دور. ايو. 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 لازم الامور توضح في هذه الحالة. اوكي الله اعطيك الله. الله يعفيد. شكرا. يا هلا. شكرا الله. اياك الله. ناخد اتصال مرحبا. الله وسلام الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي ممكن. ايو معاك المحامي تفضل. الله يحفظك ان شاء الله. حبيبي الوالدة كانت مريضة. نعم. الله يرحمها. وهي امكان مرضها. نعم. فعندها بيت في مكة. ام. فاجوا اخوانها. قالوا لها ليش رائك. تكتب. انا طبعا ولد وهم حوالي خمس بنات. ام. فقام قاموا اللي هما خيلان يا اخوانا. ام. كتبوا البيت اللي في مكة باسم واحدة من البنات. واحدة اي بنات? اخوات. بنات? اخواتك انت ايوة? اخواتي خمسي. اي. فالوالدة اثناء مرضها اقادوها وراحوا وكتبوا البيت باسم واحدة من البنات. ام. فعلى اساس انه بيعوا الشراء. نعم. وهي في الاصل ما هي بيع الشراء. طيب. وايش موقف الاخت? والله يقولوا هذا ام انا كتبتوا الوحدة من البنات وما لك فيه ثلاثمائة الف نعطيك حصتك منها. بس. اي بس هم قالوا انه يعني هي اعترفت الناهبة. انه هي ما هي ما دفعت فيها فلوس. هم هم اعترفين الناهبة. طيب الوالدة الله يرحمها متى مما كانت مريضة. كانت ايش ايش مرضها? مرضها كان ايش مرضها? ايش كم اه اه. بدأت الفش فالكالوي سكر وضغط. اه. احيانا كده تأخذ لها يومين ثلاثة غيب اوبة. يعني كانت تعرف تصرفاتها ولا ما كانت تفهم? كانت واعية ولا ما كانت واعية? كانت واعية تصرفاتها ولا ما كانت واعية? كانت واعية تصرفاتها ولا ما كانت واعية? ايش انا ما حضرتك تلبيع الشراء ما حضرت. طيب شوف المسألة هذي فيها شيء من الحساسية. في عندك حالة تانية. حالة المرض. اذا كان الشخص ما هو اهل يعني اهليته ضعيفة. معنى لا يعي تصرفاته. هنا التصرف بكامل وباطل. واذا كانت مريضة مرض. طبعا هذا تقديرها عند الاطباء. اذا كان المرض مرض موت يسموه. مرض الموت المخوفي سموه. المرض اللي يغلب صاحبه الوفاة. هنا مرضه تصرفات تكون باطلة. اضافة ان عندكم حاجة ثانية. انكم تثبتوا انه هذا التصرف اللي صار ما هو بيع شراء. زي ما تكلمت انا كان سمعت الحلقة من اولها. نعم نعم اطول امرأة. ايوة اذا كان استطعت اثبات انه هذا العملية لم يتم فيها بيع شراء. وما فيها نقد وفي عندك ادلة وشهود. اه برضو الهبة هنا تبطل. فيقع العب عليك. لانه هنا زي ما اقول انه ظاهره سوري. العقد سوري ظاهره. عقد بيع وباطنه اهههههههههههههههههههه. الله يعيش. يا هلو احمدك شكرا الله تعالى. اياك الله اذكر المستمعين كذلك بارقام التواصل مرة اخرى لمن اراد ان يرسل رسالة نصية على ستي سي ثمانية اربعة سبعتين صفرين موبايلي ستمية واربعين ستمية وستين زين سبعة اربعة ستة اثنين ستة اثنين واتصالكم الهاتف على صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة تمانية خمسة تمانية خمسة والرقام الاخر صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر. ناخذ اتصال مرحبا. اهلو السلام عليكم. يا هلو عليكم السلام. ما عليش انا اتظلت مرة تانية فاروق بخش. يا هلو فاروق. فضل. انا افتكرت بس انه جدة الله يرحمها. نعم. ام امي. ايوه. عندها ارض في مكة. نعم. وقبل لا تموت الله يرحمها قالت ووصت انه لأولاد وبنات اه خالي. ايوه. اه السبب انهم يتامة. ام. وابوهم وامهم ماتوا. فهي قالت اه شفاهيا بس. ام. قالت وصت كده انه هذه الارض. لبنات اه ولد. نفس الوحدة من الاراضي يعني. نعم. يعني تملك ارض واحدة ولا عندها اشياء كثيرة. لا هي عندها اكثر من اه ارض. لكن هي خصصة ارض من الاراضي. لا اولاد. اولاد البنت. لا اولاد الولد. ايوه. اولاد وبنات الولد. ايوه شوف. هنا الوصية. الوصية تجود شرعا. لأولاد الولد. لانهم ما هم ورث. كويس? صحيح. اه. اهم شي انه يكون الارض هذه لا تتجاوز الثلث. يعني ما يجوز الواحد يتبرع باكثر من ثلث الوصية. اكثر من ثلث. عفوا كثث ثلث المال. يعني تثمنوا المال. اذا كانت الارض في اقل من الثلث او في حدود الثلث. اه الوصية اه صحيحة وما فيها شيء. طيب اه شعادة المحامي هو الورثة احتجوا وراحوا للمحكمة وقالوا نحن الورثة. امنا قالتها شفاهية. ما مختلف. المحكمة ايش قالت? ام. قالت تتوزع جيمتها على الكل بالتساوي. بما فيهم. ايه. الموصل لهم. اذا الموصل لهم ليش? الله لا لا. هذا اللي تقوله صلح. اذا صار صلح موضوع ثاني. اتفاق. لكن اذا معناتوا ما عرفوا يثبتوا ان الوصية هذه صحيحة. لان الوصية هنا اذا لم تتجاوز الثلث. وصية اللي ابن من ابن احد الابناء تجوز. لان ما في ما هو ورثة. ما هو وريث. اه. الحكم لوصية لوارث. نعم. لكن هذولي اولاد ولد اولاد بنت من الابناء وعندهم موضع خاص انهم ايتام وعندهم مشاكل او عندهم زي كده. اي. صحيح. نعم. يعطيك العافية. اه هذه رسالة بتقول السلام عليكم. اه الوالد رحمه الله ورحمة الله عليه عنده عقارات وفي حياته طلب منه اخوي انه يعطيه ارض يسويها مزرعة. الوالد وافق وهو من حرج لانه كان ما اه يرد طلب لاخوي. ونقل الارض باسمه بيع وشرا. نعم. وهي بالحقيقة هبة. يعني سك سوري. الان كيف اقدر اني استعيد الارض للورثة. واش هي الاثباتات مع ان اخوي مقتدر ماديا مصغير. وتثبت عليه الحجة. وفي النهاية انا طالب جامعي ادرس قانون ابغى نصيحتك لمستقبل المحاماة. اشكركم المرسل خالد فهد. نعم. اولا هذي اه عبى الاثبات. الان هو هو زي ما قلنا في الحلقة. نعم. في اول القصة انه هنا في سوريا. نعم. هو ما شاء الله طالب قانونه الان فح نتعاق نتفهم. نعم. اثبات السورية عباها عليه. ايو. طيب. الان هو يفحص ادلة. ايش عنده دليل. هل تم دفع القيمة. هل عنده شهود. هل اه في عقد او هل في اعتراف من الاخ. هذه كلها ادلة تثبت انه البيع ما هو بيع انما هو هبة. نعم. وبالنسبة لنصيحتي لله لو كقانوني او كرجع كشخص يده يتعلم القانون. اه القراءة. والتدره في مكاتب المحامة. نعم. من الان يعني لا يجي يقول اتخرج وهذا. لا يبدأ ينظر لانه ما ندرسه في الجامعة. لابد ان نعرف كيف نطبقه على ارض الواقع. صحيح. النظري لا يكفي والعملي. اه لابد ان اه يعني ما تعلمتوا تطبقوا على ارض الواقع. نعم. هذه نصيحة. اه ايضا رسالة الهبة من غير الوارث بعد ممات اه اه الموروث اهدي ام ابراهيم. تسأل. الهبة. الهبة من غير الوارث. من غير الوارث. اي نعم ما ادري ايش قصة. يمكن قصة او العكس يكون. الهبة من غير الوارث. اي نعم بتقول. او لغير الوارث. لا لا تقصد ذلك. الهبة اللي غير الوارث يجوز في ذلك. نعم. اه لو سمحت الوالد الحمد لله لسه عايش وصار له كذا سنة يقوم بتوزيعات هبات لأولاده وأبناته. ويقول انه يقوم بتوزيع الوارث في حياته يعني لذكر مثل حظ الانثيين. ما رأيكم. هذه ممتازة انا شوفها. نعم. وكثير من الناس سووها. من الان يعني. من الان يوزع لهم. وفي ناس على فكرة. انا تجار مرت علي يا شامل. نعم. انا اه يعني وزعوا تركتهم في حياتهم. نعم. وبعدين. وولادهم صاروا تجار وهم عايشين. نعم. يعني صارت لهم اموال خاصة فيهم بهذا الهذا. نعم. في كثير يسووها لاعتبارات اسرية. في بعضهم يرى انه ما بغى اولاد يختلفوا. ما بغى اولاد يصير فيهم مشاكل. نعم. وعلى فكرة عندنا مشكلة كبيرة هنا. نعم. انه كثير من الاباء يخفي. يعني سبحان الله الواحد ما يدري متى يموت. العمار بيد الله. نعم. فتلقى كثير اشياء مخفية. صرفات مخفية. اه اتفاقات عقود ما هيدري عنها من اولادهم. صحيح. لما يموت تظهر الاشياء هذه. وتبقى ويبقى الاولاد في مشكلة ثانية. لكن وحتى في بعض الاملاك يكون فيها مشاكل. نعم. لكن لما يمنح ويجي يكون واضح. ويحس انه مثلا اقرب الاخرة اكثر من الدنيا. تبقى يبدأ يفكر تفكير ثاني. ومنها اللي هي التوزيع هذا. نعم. يبدأ يوزع ويبدأ يعطي اولاده اشياء. ويعطيهم الذكر ويقول له خاطر اشتغل زي ما تبغى. نعم. سوي ويريح نفسه. صح. فالعاقبة فيه انه ما يسير فيها مشاكل. ولا يسير فيه خلاف. نصيحتك انه يكون فيه وضوح في التعامل مع الابناء. ووضوح ايضا فيما يملك الاب حتى لا تكون هناك نوع من. ايه لازم. اللي نشوف داما المال سبحان الله. المال يعني مسلط عليه بليس سبحان الله. تلقى فيه مشاكل جدا كثيرة. نعم. فالمال داما يفرق. ايوة. والوارث سبحان الله. الوارث قال رغم انه ما تعب في المال. لان يمكن حالات انسانية كثيرة شوفها فيه قضايا مرة تالية. نعم. تحسوا ما تعب في المال. سبحان الله تحسوا احرص من من جمع المال. من من المورث. كأنه شقي وتعب فيه. فتلقا قتال شديد يعني سبحان الله. نهاية بالله. طيب ايضا اه هذه الرسالة تقول واضح اه واضح في بلادنا في نظام ما اللي اسمه يعني ما ما دلش قصده يسعود يقول كل الاخوان يشتغلون ليد ابو او ليد ابوهم مالوا عقاروا بعد وفاتوا يدقاسهموا سواء حتى لو الكبير سواء كل شيء والوالد ما يشتغل. والله مو واضح اخوي يا ريت اه ترتب الكتابة املائيا بشكل جيد يعني. اقول لك انا فهمت. ما ادري انا. يقصد انه لما يشتغلوا الاخوان في كثير يعني مثلا تلقى اخ كبير يعمل مع والد وهي طبعا اشياء مرت عليهنا كثير. الاب اه اشتغل معاه واحد من الاخوان. بعد ذلك يدعي نهو من ام المال وكبر المال. اعني انا له حق ولهو حق اتصرف. طبعا في نقطة. انه كثير من. الاخوان الكبار خلناrien قل لك. اذا توفى الولد يريد ان يحل محله يبغى يقوم مكانه. نعم. وطبعا هذا شيء مستحيل لأنه لو كان عندهم ولد عمره عشر أسنين هو يساويه في الحصة أساسا ما في فرق أي المسائل اللي هي لها اعتبار هي الاعتبار الأخوي الاعتبار الأسري أخ كبير أقدرك أحترمك هذا موضوع ثاني لكن موضوع الحقوق والأموال ما أحد وصي على أحد كل واحد يأخذ حصة الشرعية جميل الأخ الكبير دائما يقول لك إذا يجتمع يجمعوا الأخ الكبير يدعي أنه هو من نمى المال وكبر المال له حق أزود كانت ليه وقفاتي مع والدي نعم نعم ناخذ الاتصال مرحبا ألو يا هلا السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله برنامج بعد المداولة ومعاك المحامي محمد ديني تفضل أخوي السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله لسوحد أستاذ في عندي شيء سمون عندي أنا في البيت نعم الوالد نعم عنده أرضين نعم 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 وكان هو أصلا يبني نعم فكان ناوي يبيع الأرضين ويكمل البناء نعم فقالت للوالد حرامت في الأرضين هذه مم واحد من العيال يعني من أخواني يعطيك المبلغ اللي انت تحتاجه اي وتسجل قيمة الأرض بش اسمه؟ بقيمة المبلغ اللي يعطيك هي عطيها سلف ولا قرض ولا لا لا تكون باسمة خلاص يعني تحولها باسمة وخلاص ويعطيك المبلغ الثاني يشتريها يعني اي اي زي الشرة مافي زي الشرة..شرة قوالا هبة لازم تكون لا شرة شرة ها شرة يعني يعني خلاص هذه الأرض جدا ايوا اباعها له باعها له مبلغ اي اي بالمبلغ اللي ويتم فيه بناء البيت كويس عرف ام وأخوي الثاني برضو دفع مبلغ وعش عثما بالبيت نفسه قال له خلاص هي ارضين. واحدة كبيرة واحدة صغيرة. قال اللي يدفع اكثر بياخذ الارض الكبيرة واللي يدفع اقل بياخذ الارض صغيرة. نعم. فبعد فترة اه وشي ثمونة تقريبا سنة او تنتين باع الوالد الارضين. بعها? فهل في بعض سنتين. اه يعني هم قصلك انه الاخوان اشتروا منه بس ما افرغ لهم. ما افرغ لهم ولا شي ولا ثبت أن ايش أنه هو العدي. هل يكون فيها اشكال او فيها شيء. اه. لان اخواني كانوا في البداية ممكن زعلوا وزي كده بس قالوا ابونا واحنا راضين بالشيء ومشينا. طيب انا بجاوبك. ايه نعم بجاوبك من ناحيتين. ناحية عائلية واسرية ودينية وناحية قانونية. ناحية قانونية الوالد بيع ما لا يملك. اذا كان اشترى من الاخوان. لانه الاشياء ها الارضين هذه اصبحت بدفع المبالغ او بالبيع والشرى اللي صار هي ملك للاخوان. ايو انسانيا لها اعتبارات انه هذا الوالد وهذا انت ومالك لابيك. ايو انسانيا هم. اذا انسانيا الله يزاهم خير. لانه القانون ينظر للامور بتجرد بدون اعتبارات اخرى حتى يعني يقيم الحقوق في مواقعها الصحيحة. لكن الاعتبارات الانسانية والاعتبارات الدينية. وان ارضي والدي احسن مني انا اطالب بكذا. هذا طبعا عند الله افضل واكبر حتى انسانيا اكبر افضل. اهي. اهينا. الله يعطيك العافية والسلام الله. يا اهلا. ناخد اه طبعا من الرسائل اللي وردت عبر تغريدة يقولوا ليش اخونا صدي يقولوا ليش لا يحق اه له هذا ماله الخاص ولم يمت ليعتبر ليعتبر ورثه او ورثه. يعني يتكلم عن الاب. يعني ليش ما يحق له. يعني هذا الامر يعائد بشكل شرعي ديني. نعم. هو هو طبعا شي شرعي وديني. ايه. وما لنا فيه الا اه نص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه اه لا اشهده على باطل. هو حر صحيح ولكن الاسلام والشرع وضع ضوابط للهبة للأولاد. نعم. ولا هو صحيح حر يا معلوم. نعم. ناخذ اتصال هاتفي يا اولو مرحبا. يا هلا. سلام عليكم مساء الله مساء الله بن نور. مي معانا? اه معاك ابو مايا. اقدر اكلم المحامي. المحامي معانا. اتفضل يا ابو مايا. الله اطيك العافية مساء الله خير يا استاد. مساء النور حياك الله. عندي سؤال اه بسيط. احنا مجموعة اخوان. مع الوالد الله احفظهم. اربع ولاد واربع بنات والوالد. الوالد قبل لا يتوفى الله يرحمه. عندنا بيت موجود في مكة. امر انه البيت هذا يكون وقف الاولاد الضهور. يعني كلم الوالدة وكلم اكثر من واحد من اخواني بصفة شفاهية. لانه كان تعبان. قال البيت هذا لازم يصير وقف. يعني احقا قال الحق هو حاسبها كده فراسه. وقال انه على اساس المشاكل ومنع لانه البيت موقعه متميز شوي. نعم. فالان ورث كلنا تقريبا او ثمانين في المية من الاخوان عايشين في البيت. نعم. شي مع الوالدة وشي ما اخذ شقة وساكن فيها. والامور ماشية بصلاح. احبي يعني اخوان مع بعض. ما في اي مشاكل ولا في مطالبات. قد يكون في مطالبات في الباطن بس ما ظهرت من بعض الساكنين برا مثلا المتزوجين. نعم. الان. هل البيت طبعا الان باسم الوالدة. نعم. ليش? واساسا للوالد. الوالد مقيم. احنا كلنا سعودينا. نعم. 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 طبعا ما كان يقدر يسجل البيت باسمه. فالبيت مسجل باسم الوالدة. نعم. هل الان البيت هذا مفترض علينا ان احنا نيوقف البيت ونعمل بوصية الوالد. نعم. لأولاد ظهور الوقف. او آآ نبيع البيت ويتقسم كويرث. طيب. الموضوع هذا يصر له اكثر من كم سنة يعني ما هو الان. طيب خلينا اول شي يقول لك هو وصى انه هاي تصير وقف بعد وفاته صحيح? ايو قال اه هو تقريبا قال البيت هذا لازم يصير وقف يعني. كويس. هذي ماله الوحيد? عنده شي ثاني غيره? ما والله عنده عنده كم قطعة ارض وعنده. بس هو كان ركز على البيت هذا. طيب. اولا اه هذي ما هو وقف? هذي وصية. اه. الوصية هي الوقف بعد الوفاة. اي. الوقف يتم في الحياة. يعني اذا كان عايش واوقف عقاره هو حر. اه. طيب. لما يوهب. لما يعيي وقف بعد الوفاة اصبحت وصية. اه. الوصية هنا اه لا تجوز الا في ثلث المال. يعني تجيز تأخذ البيت هذا. وباقي العقارات وتقيموها. اه. نفترض تسوي لها مليون ريال. اه. لازم الثلث هو الوصية اللي اوصى فيها والباقي. اما الوصية للورثة ما تجوز. الوصية للغير. طبعا. هو اوصى لأولاد الظهور ولا تضبطون. اذا كانوا اولاده لا تجوز. لا تجوز. لا تجوز? لا. الوصية لا توصية لوارث. الوصية للغير. طيب. هو كان تعبان. ما كان يقدر يروح للمحكمة ولا لانه مقيم. ما كان ينفع ان يدر انه انه ينلك منذ. انت عارف النظام. نعم. نعم. فكان تعبان. فكان يقول يا افلانة للوالدة روح يسوي البيت وقف. فكان في فترة الاوقاف عند رفنكة ممنوعة. يعني ما كان احد يقدر يهم الوقف. نعم. نحنا احنا مع الوالدة وسألنا. قال له ابوه يعني ما رحنا في حياته نوقف زي ما هو امر. وتوفى الله يرحمه. نعم. وهنا الاختلاف احنا. لا لا انتو الان انتو الان في نفس الهذا. هو ممكن يثبت في ورقة. او يثبت بشيطة شهود. لكن هنتكلم الان ان هو اذا كان وصيته الاولاده. اللي هم ورثه ما تجوز. انه لا وصية لوارث. الوصية تكون وقف بعد الوفاء في ما لا يتجاوز الثلث. احنا 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 المفروض نعمل الان. الان يوى خلاص العقار لكم. ما هو ما في وصية. عقار ورثة يعني. نعم عقار ورثة. اما تبيعوه وتوزعوه اما تسكنوا فيه وتتقاسموا فيه او تثمنوا وتتخارجوا فيه. هو والاراضي الباقي طبعا. اي نعم هو الاراضي الباقي. انه هذا الموضوع عرقنا فترة احنا ما احنا عارفين اني بيع ولا نخلي البيت. البيع بالاتفاق طبعا. البيع بالاتفاق لازم تكونوا متفقين. طيب الله اعطيك الله. الله سهلا. هذه الرسالة السلام عليكم مرض والدي قبل وفاته بسنة بالسرطان وترك وصية كتبها قبيل مرض فيها الربع لاعمال البر. وفجئنا بعد وفاته بورقة بخط اليد يوقف فيها عقار بعينه. وكتبت قبل وفاته بثلاثة اشهر. نعم. وبعد ايقاف علاجه الكيميائي لعدم جدواب عشرين يوم. ووجد في الورقة شاهدين اضافة لكاتبها كون الوالد اميا. نعم. اه. وهذا الوقف اه يصرف لمحتاج الورثة من ذريته. فهل يصح هذا الوقف? هنا في حالة انه هنا ممكن يكون الرجل مريض. اذا كنت سمعت كيماوي تقول. ايه بالكيماوي. يعني مرض السرطان. مرض السرطان هو يغلب انه يسموه من امراض الموت المخوف. مرض الموت المخوف احنا ما كما ذكرناه اليوم. اللي هو يغلب فيه الوفاة. نعم. المرض اللي يغلب فيه الوفاة. هنا ال 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 الوصية بالكامل حتى العقار اللي يوقفه لازم يتتجاوز الثلث وللغير هذا إذا كان ثبت أنه ما هو مريض يعني مرضه ما أثر على قراراته السلام عليكم أخذ مني قرض حسن بدون أي إثبات بيننا والآن لي أكثر من سنة طبعا هو وليه أكثر من سنة يماطل هل أقدر أشتكي علما لا يوجد بيننا إثبات يقدر يشتكي ويطلب يمينه فقط إذا ما عنده ولا دليل يطلب اليمين نعم السلام عليكم معك خالد لو يقول تسأل محامي أنا أمي وأبوي متوفين وحالة حاليا أنا وأخواني مشترك وجيت أبي أفصل حلالي ويقول حلالي أنا وأخواني مشترك وحبيت أبي أفصل حلالي عن أخواني رفضوا وطبعا نوشة سوي وشكرا تسوي إنك تطلب منهم حصتك عندك حالتين إما تباع العقارات نعم وتأخذ حصتك وإما يشتري منك الورثة ويدفعوا لك فلوسك لأن العقار لازم يصفها التريكة لازم تصفها نقدا تسيل ما رضيوا أسمح الله ترفع عليهم دعوة في المحكمة تطلب بسمة إجبار تطلب كذب من القاضي الحكم عليهم بإعطائك حصتك إما بشراءها وإما ببيعها في السوق وتسليمك حصتك جميل أيضا مرسل يقول جدي توفى وموقع أولاده على وصية بأن البيت الذي كان يسكن لا يباع والآن أكثر من وريث يطالب بحقه طلباتهم صحيحة زي ما قلنا ذكرنا كذا نعم لأنه صار من حقهم من حق صار في ملكهم تقسيم الأموال قبل الوفاء لا تقسم قسمة ورثة بل تقسم بالتساوي الذكر كالأنثى كل شخص سهم أبو يارى طبعا يقول يعني هذا الموضوع هو بيارى بذلك هو يقول نستشار قانوني هل هذا يارى إيش أبو يارى بيقول أنه تقسيم الأموال قبل الوفاء تقسم قسمة ورثة وليس أنه للذكر مثل حظة الأنثى هي القسمة الشرعية أنه بيعطيهم للذكر مثل يحظوا الأنثىين هذا القسم الشرعية مثل اللي يذكر يحظوا الأنثىين في كل الحالات أم هناك حالات دون حالات هو الآن بيوزع توزيع توزيع ورث يختلف عن توزيع الهبة شوف هو بيأخذ الحكم الشرعي نعم يمشي على الشرع الشرع أنك أنت عطيت الناس كلها مالهم وساويت بين الأولاد وساويت بين البنات يعني هما الآن الولد له حصة والبنت عفوا حصة تانا والبنت نصف يعني نصف الذكر نعم هذه الوصية الشرعي وهذا ما يأخذ فيه هذا من الاعتبار الشرعي العام أي؟ أي لكن إذا وحب الذكر مثل الذكر زي الأنثى هنا ما قسم كسمة شرعية لكن إذا ارتضوا الأخوان خلاص ما في مشكلة أي إذا ارتضوا أنه كل واحد يأخذ زي الثاني زي الثاني الولد مثل البنت إذا رضيه ما في مشكلة طبعا يقول لو سمحت جدي يعطاني مبلغ ثلاثين ألف على أني أشتري سيارة لأخوي وتوفي قبل أن أشتري وشريت بعد الوفاة هل أوزعها الورثة؟ أعطي أشتري سيارة واحد من أخوان هذا يأخذ سيارة لأخوي هذي حك هبة هبة الواحد من الأخوان نعم فصارت مهي صحيح طيب إذا نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة المحامي والمستشار القانوني لأستاذ محمد الديني والموضوع طب فعلا يعني كبير يعني مثير بدرجة كبيرة يعني كما لحظنا من الاتصالات أنه أغلب المستمعين والمستمعات توقعين في مثل هذا الموضوع نعم لعلنا إحنا سنفتح مثل هذا الموضوع لكن بزاوية أخرى وبفكرة أخرى إن شاء الله وما زال معكم الأستاذ محمد في كل يوم سبت على الموعد الساعة الرابعة عصرا في برنامج بعد المداولة هذه تحية مني أنا محدثكم عادل برباع ومن الكنترول العصام صوفي شوفكم على خير وإلى اللقاء بعد المداولة مع فيصل الصيخان والمحامي محمد الديني ترجمة نانسي قنقر محمد الديني محمد الديني